أنت قبل قليل قلت مصطلح أنا كنت من أول الذين أدعوه إذا لم يكن هناك تغييرا طوعيا فأن التغيير سيكون قسريا بمعنى أنك تشخص بدقة أننا أمام مرحلة مختلفة تماما عن المراحل التي سبقتها وهذا يتأتى من تفكيرك من خلال ما هو حاصل في الشارع العراقي رفضا لكل القوى السياسية التي تدعي أنها تمثل الشعب العراقي فبالتالي اليوم آلية تشكيل الحكومة واختيار الكابينة يجب أن يكون مختلفا تماما عن المراحل التي سبقتها وإلا كيف ممكن أن تناغم هؤلاء الشباب الذين أعطوا دماء وتعود مرة أخرى على أن الحزب يمثل مكون يعني حقيقة الأمرس الدستور هو من يحكم هذه الحالة فإحنا حتى إذا سوينا انتخابات مبكرة فرضا بعد ست شهر بعد سنة وفازوا نواب جدد شنو هي آلية تشكيل الحكومة؟ هم جيب كتلة أكبر وتوافق نواب لأنه هذه الآلية الدستورية أخي الدستور غلط إحنا كان المفروض يصير تعديل دستوري وأنا جمع التواقع 101 نائب يعني صرنا 102 نائب لتغيير فقرة بالمادة 176 تتيح للشعب اختيار رئيس الوزراء بصورة مباشرة وهو يشكل حكومته ويعرض المنهاج على مجلس النواب حتى نطلع من هذا النظام المحاصصات البائس اللي وصلنا إلى هذه النتيجة فيكون قوة رئيس الوزراء المكلف من قوة الشعب من قوة الجماهير بالانتخاب الآن رئيس الوزراء المكلف الحالي لا القوة السياسية تقول احنا جبناه شياة التلزمية يقول والله برهم جابه رئيس الجمهورية جابه ما حد متبني زين الشارع أيضا منقسم الناس بالتظاهرات تقول لا رفعت صورته أول أيام الناس تقول لا ما يمثلني فلو كان منتخبا بصورة مباشرة من قبل الشعب العراقي بأغلبية معينة حتى لو نصف زاد واحد راح يكون بالتالي بهذه النقطة تحديدا سيدة محمد بهاي النقطة تحديدا هذا التنصل المبكر من قبل القوى التي كانت حاضرة أو التي هي كانت مسؤولة عن تكليف السيد محمد توفيق علاوي ماذا يشير لك أنت كنائب في البرلمان العراقي هل هو الخوف من المرحلة القادمة أم أنه أحدا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية ليش هذا التنصل الجميع يريد يكون مصان غير مسؤول يقول لك أنا معلي زين هسا مفتهمنا القوى السياسية قالت رئيس الجمهورية جاب رئيس الجمهورية قال كل هم قاعدين أنا مواني جبته فهين خلنا عرف الحقيقة إذا أنا نائب ومدأ أعرف الصدق وين لعد هذا المواطن اللي يصال لأربعة شهر ولا بالتحرير ولا قاعد ببيتهم هذا شنون راح يعرف شنو الوضع فيا أخي حالها جينة لمصلحة من هذا التغيب أستاذ محمد هناك وضوح من من المستفيد من هذا التدليس والله المصلحة كهنة المعبد كهنة المعبد اللي راح يهدوه فوق روس الجميع الستة السبعة اللي يقودون البلد خليش أرجع سالم ما أرجع سالم للبيت خلحتيها كافي بعد يعني يا أخي ما يصير الشكل شم شخصية صار لها ستعاش سنة وهي كانت نفسها بالمعارضة وهي صار لها ستعاش سنة هي تقود المشهد السياسي يكافي وبعدي نش سوين وصلتونا يا تطون مجال اللي جيل آخر خليش تغول وتحملوا المسؤولية يا خلاص هدوا المعبد على رأس الجميع وخليتخير النظام برمته